يا أخي ساعات كده الواحد يبقى قاعد عنده لا يا مش ساعات هي دايما بيبقى فيه عندنا كده تقول ايه زحمة أفكار يعني ايه زحمة أفكار يعني بيبقى فيه عندك كذا فكرة وشايف انها كلها أفكار قد تكون ملحة على الأقل بالنسبة لذاتك انت يعني بس وانا قاعد عمال بفكر وقاعد عمال يعني بطبيعة الحال باعتباري راجل يعني زوج وعندي عيال ومش عارف ايه وقاعدين بنتكلم انا وزملائي لسه كنت باتكلم مع صديقي العزيز عبدالله صبري والمصروفات والمصروفات المدارس ما حنبقى الموسم بتاع ادفع قصة المدرسة وطبعا مصروف الشهري وطبعا مش عارف لو حد بيعمل سنة في العربية ولا حاجة بايزة ولا مش عارف ايه وكلام مندي وبعدين قاعدين عمالين بنتكلم في انه السؤال هو هو لما يبقى فيه تضخم سعري في السلع والخدمات بس بالتوازي في نفس الوقت لما تيجي تشوف الدولة هي بتحاول طول الوقت انها يعني ايه تعدل الميزان تعدل الميلة قدر الامكان فتلاقي مثلا المبادرة زي مبادرة كلنا واحد وتلاقي ان انت فيه عندك منافذ زي منافذ امان ومنافذ وطنية كويس وعندك مثلا الشركة القبضة للمجمعات الاستهلاكية وما الى ذلك السلع اللي فيها هي هي بالمناسبة السلع اللي بره هي هي بالمعنى الحرفي والكامل والواقعي شكلا ومضمونة نفس المركة يعني بتاعت السلع اللي بره بس لما انت هتروح للمنافس دي هتشتريها بسعر حقيقي واقعي لو خرجت جبتها من بره وارد وارد انك انت او يا سيدي مش وارد فيه اغلب الظن هتشتريها بالاسعار المبالغ فيها وهيدحك عليك والتجري يقولك هو ده اللي عندنا وهو ده النظام وما الى ذلك طبعا عارف رأيه في قصة هو ده النظام وقولك اطعم ما تروحلوش وكلم جهاز حماية المستهلك اشتكيه بس انا سؤالي هو انت ليه ما بتاخدش بعضك وتروح على المنافس بتاعت امان ووطنية والشركة القبضة للمجمعات الاستهلاكية ليه يعني انا باعتقد باعتقد ان الناس عندها تصور وصل الى مرحلة انه فكرة ثابتة ورصخة في المخ ايه اللي يودينا نروح نجيبه هناك لا 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 اكيد اكيد الحاجة اللي هناك مش حلوة ارجع اقولك هي هي فهيرد واحد يقولك ايه اصلا هيبقى مدة الصلاحية بتاعتها لا قبل ما تقول هي مدة الصلاحية بتاعتها هي هي الحاجات جديدة وطازة وزي الفل اصلا هتبقى زحمة لا هي ما هياش زحمة اصلا بيرصوا الحاجات كده بطريقة ما بعرفش اشتريه ما دايما ان الحاجة جهتبتأ تذهب حتى الى بعض الاسباب والمبرارات التي اراها تفهى يعني اصلا بيرصوا بطريقة ما ببقاش عارف اشوف بالمناسبة اللي عاوز الحاجة بيدور عليها بس في واقع الامر لا بيرصوها زيها زي اجدع سوبر ماركت في الدنيا يعني ما عرفش انت دخلت المنافس دي ولا لا ده بالنسبة للمنافس السابتة ده كمان المنافس المتحركة لا هي موجودة يعني بتلف وبتروح وبتقف في شوارع وعلى مواصي الشوارع الكبرى وفي الاحياء وفي النجوع وفي الكفور وفي القرى وفي العزب الحاجة موجودة اه بالمناسبة ومنافس وزارة الزراعة كمان انا من وانا صغير كنت عارف ان انا امي بتروح المنافس بتاعت وزارة الزراعة اللي جنبنا في الدقي علشان نجيب عسل ونجيب فاكهة ونجيب خضار والاسهار جميلة وحلوة يعني حلوة يا سيدي هتقولي بس مش زي زمان مفيش حاجة زي زمان عايز زمان قوله ورجع زمان لو انت جدع يعني ترجعه مش حاجة اسمها كده بس تاني انا هرجعك على انه ليه بقى يعني ولا هي المسألة احساس طبقي كده لا 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 احنا لا يمكن يا اصلاح نتعودنا نجيب حاجتنا من محلات مش عارف ايه ولا سلسلة ايه مش منطقة انت راجل عايز تحافظ على فلوسك على مرتبك وتشتري استهلاكات بيتك تاني انا عمري ابدا ما هادعوك انك انت تنزل عن الحد الادنى للاستهلاك لسببين اولا هو انا احرمك ليه او ادعوك للحرمان ليه ده واحد اتنين هو السبب الاقتصادي النزول او خفض الاستهلاك اقل من الحد الادنى يخلق ركود فنبقى بنعمل ازم اقتصادي لا انا عايزك تشتري اللي انت بجد بجد محتاجه فيه فرق ما بين اللي انا محتاجه واللي انا عايزه فالدولة قاعدة عمالة بتتحرف